توجي الإسباني رافايل نادال بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزه في النهائي على روسي دانيال ميدفيديف بثلاث مجموعات لمجموعتين بعد مباراة غاية في القوة واستمرت لخمس ساعة واربع وعشرين دقيقة تفاصيلها اثنين ستة وستة سبعة وستة أربعة وستة أربعة وسبعة خمسة ونجح الإسباني البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما بنيل لقب أستراليا المفتوحة للمرة الثانية من أصل ستة مباريات نهائية وحقق الماتادور الإسبانية لقب رقم واحد وعشرين في البطولات الكبرى وبذلك أصبح أكثر لاعب يفوز ببطولات الجراند اسلام أمام الأسطورة السويسرية روجير فيدرر عشرين والصر بنوفاك جوكوفيتش عشرين ترجمة نانسي قنقر